أعزائي من واصل دراستنا من مدينة أفسوس القديمة عن مدرسة أفسوس أنا عم بمشي في الطريق القديم يسمى الطريق الأركادي أو طريق المينة لأن المينة كان قريب جدا من هذا المكان التسمية الأخرى اللي بيسمي هذا الطريق يسمى طريق الرسول لأنه جاء من نفس الطريق بولوس الرسول أكيلا بريسكيلا تيموثاوس وأيضا يحنى تلميذ يسوع المسيح وعلى الأرجح جاءت معه القديسة مريم العدراء فيسمى هذا الطريق طريق الرسول أيضا هذه المدينة القديمة كتب لها الرسول بولوس وبتربطه علاقة دافئة معهم لأنه قضى ثلاث سنين في خدمة الكنيسة في هذا المكان حتى أذكركم في رحلته التبشرية الثانية جاء وقفي قصيرة لكن رجع في الرحلة التبشرية الثالثة ومكث ثلاث سنين كان بيعمل بأيديه كصانع الخيام وفي نفس الوقت كان يعلم في هذه البلدة سمع كلمة الرب جميع الساكنين في أسية من يهود ويونانيين مكتوب في أعمال الرسول إصحاح 19 كان الله يعمل آيات غير معتادة على يدي بولوس كانوا يأتون بالمناديل والمآذر يضعونها على جسد بولوس فكانت تشفى أو كانت تبرأ أجسادهم من المرض والأرواح الشغيرة كانت تخرج بولوس دمر مملكة السحر والعرافة في هذا المكان جمعوا الكتب والأسحار وحرقوها وكان ثمنها خمسين ألف من الفضة أيضا مش بس سمعوا الكلمة شافوا المعجزات وقع خوف على الجميع كانوا يأتون مقرين ومخبرين بأفعالهم كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة في هذا المكان حدثت نهضة عظيمة جدا بولوس في هذا المكان يعني يعتبر خطيب وواعز أيضا لأنه قضى ثلاث سنين مش بس في مدرسة تيرانوس كان بعلم لكن المناطق المحيطة في هذا المكان هذا الطريق اللي كان بيجي عليه أو منه السياح سواء لأسباب تجارية لأسباب دينية أو اقتصادية الأغورا تسمى السوق أو السوق العام السوق التجاري أو السوق المرفق لأنه التجارة كانت تأتي من هذا المكان اللي بيجمل هذا البلد المسرح اللي خلفه بيسع خمس وعشرين ألف شخص وأقول أنه بولوس على الأرجح تكلم لأنه البلد تقسم إلى قسمين أفسوس العليا المسرح الأعلى أو السوق العام الأغورا العليا كانت فقط اللي بيحمل الجنسية الأفسوسية فكان فيه بوديوم لا أعتقد أنه بولوس تتكلم هناك لأنه فقط اللي عندهم المواطنة أو الجنسية الأفسوسية لكن هون كان نيجي من كل أنحاء العالم فعلى الأرجح بولوس تتكلم من هذا المكان وطبعاً هذه فكرة جميلة أنه نتكلم عنها أنه بولوس بيتكلم في نفس المنطقة اللي إحنا واقفين عليها ابقوا معي سأعود بعد قليل من أفسوس القديمة من الطريق القديم طريق الميناء القديم أو طريق الرسل منواصل دراستنا وحديثنا عن الخطبة الوداعية للرسول بولوس لقصوص أفسوس خدم ثلاث سنين وكان على بولوس أنه يرجع لأورشاليم ومش عاوز أي شيء يمسكه أو يعطله فاستدعى قصوص القادة قصوص أفسوس إلى ميليتوس يعني تقريباً 45 إلى 50 كيلو متر يعني مسافة مش قريبة مسافة بعيدة وهذا اندل على شيء بدل أنه بولوس بالفعل كان رسول وله السلطان الرسولي لكن الأهم كانت ابتربته محبة وعلاقة دافئة مع الخدام ولسيما كانت تعتبر يمكن آخر مرة رح يكون في منطقة أفسوس عندما استدعى القصوص وابتدى يتكلم مع القصوص بالخطبة الوداعية والفحوة موجودة في أعمال الرسول إصحاح 20 أول شيء منشوف إخلاص ومثال بولوس الرسول منشوف أمانته لما تكلم بهذه الرسالة قال أخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرة ويتكلم بواصل حديثه وبتجارب بمكايد من اليهود أصبتني فكان بيتكلم بكل أمانة معهم أنه لما جاء لأفسوس كان متواضع جدا كان بيخدم بأمانة رغم المكايد ورغم الاضطهال ورغم المقاومة الشرسة والحرب الضروس اللي شنوها ضد بولوس الرسول لكن كان يخدم بتواضع ولاحظ الكلام وبدموع كثيرة يعني كان عنده قلب حساس ومحبة غامرة لهؤلاء القساوسة شيء تاني رسول بولوس لما تكلم مع القسوس خبرهم بأماني كان أمين أنه أعلن لهم كل إرادة الله ومشورة الله وكل الفوائد الروحية لم يخفي أي شيء بل أعطاهم كل البركة وكل الفوائد الروحية وهنا بنشوف إنسان مليان بحب الله بقناعة ومش متزعزع بتعرف اليوم في ناس بيكون عنده معلومات ما بيحب يشاركها مع الآخر لألا الشخص الآخر يظهر أن يكون أفضل أو أحسن منه لكن بولوس مثالنا نحن الخدام لا يكون في روح الإداني لكن تكون محبة غير مشروطة وأن الخدام يحبوا بعضهم البعض ويباركوا بعضهم البعض يسندوا بعضهم البعض ويقدموا أحدهم الآخر ويسلكوا بتواضع أمام الرب الرسول بولوس كان مثال رائع لم يخبأ أي شيء بل أخبر بكل الفوائد الروحية أخبرهم أعلمهم بكل يعني كل المعلومات كل الكنوز كل الدسم الموجودة في داخل الرسول بولوس أعطاهم لهم بكل أماني قال شاهداً لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الله رسالته كانت واضحة رسالة الخلاص التوبة الرجوع إلى الله والإيمان بيسوع المسيح عوز أكمل حديثي لكن أعود بعد هذا الفاصل القصير موسيقى 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 The largest theater in the ancient world, 24,000 seats, was located on the brow of a rise overlooking a beautiful valley going down to the Keister River Valley out to the Aegean. 24,000 seats. It's an amazing acoustical marvel as well. And it's still there. Basically, some of the seats have been rebuilt somewhat. But it's a thrilling example of how good ancient acoustics were. You know, sometimes I wonder, how could Jesus feed the 5,000 and then even talk to them? Very often you talk in a church, and if it's more than 100 people or so, you need a PA system and a square room, rectangular room. But every time I take a tour there, I have a woman with the weakest voice in the orchestra area. And those of us who want to climb to row X, Y, and Z at the top of that theater have no trouble communicating in a normal voice without benefit of electronics. It works. Somehow it works. The parabolic curve of the theater emphasized the sounds of the human voice. It works. We hear each other perfectly. It's an amazing phenomenon. The parabolic curve of the theater I love the impression of Boulos In the book of Boulos in the book of Boulos The parabolic curve of all the work of Boulos The parabolic curve of all the work of Boulos The parabolic curve of all the work of Boulos But I didn't think of anything ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله هذا هو التعبير عن حياة وجوهر رسالة بولوس الرسول كان عايش لهذا الهدف ولهذا الغرض كما قال رسالته إلى أهل فليبي أنسى ما هو وراء أمتد إلى ما هو قدام أسعى نحو الغرض من أجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع كان عايش كان موجود حتى يتمم رسالة المسيح لكنه قال للقساوسة بكل أماني أنه مقيد بالروح كان مقيد بالروح أي أن وثقاً وشدائد كانت تنتظر بولوس الرسول لأنه في أي مكان كان يذهب كان فيه اضطهاد كان فيه مكائد كان فيه تدبير مخططات ومشورات شريرة ضد الرسول بولوس لكن بولوس كان شخص شجاع كان شخص أمين واجه كل المخاطر واجه كل الصعبات من ناحية أخرى لأنه واجه هذه الأمور كان أمين ما خبر أو ما قال للقصوص شيء لم يختبره هو فقال لهم لا ترون وجهه بعدين تكلم عبارة بيستخدموها كانوا في العهد القديم أشهدكم اليوم أني بريء من دم الجميع هذه الكلمة كانت تطلق في العهد القديم يعني بقول في حسكيال إن لم تنذر الشرير موتاً يموت لكن دمه أطلبه من يدك فهذه قضية مهمة جداً أنه دم الناس مطلوب من إيدينا أنه ما نضوع الفرصة بل نتكلم فيها وقال احترزوا لأنفسكم ولرعية الله التي أقامها الروح القدس لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه يعني كنيسة يسوع المسيحون شهادة لله المثلة الأقديم الروح القدس يسوع والله الآب فهو مثال رائع في هذا الشيء قال فضة وذهب لم أشتهي حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هذه الأيدي فبكل بساطة واجب بالقادة أن يكون راعي ألا يرعى الرعاة الغنم فالرعاية ليست وظيفة بل هي دعوة إلهية من فوق ذكرهم بالمخاطر أنه راح يكون في ذئاب لا تشفق على الرعية فحذرهم وقال أن يسهروا أن يحترسوا أن يخذوا الانتباه ضد هذه المخاطر وفعلا تاريخيا حدث عدة بدع في هذه البلد منها دعاة التهويد منها بدع الغنوسية المتعددة اللي واجهتها الكنيسة بكل شراسة وحاربتها أيضا من ميليتوس ودع القصوص وطبعا تركوه بدموع وبحزن لأنه قال مش راح يشوفوا وجهه مرة تانية لكن رسالته مازالت إلى يومنا هذا وصدى مدرسة أفيسوس تسمع في هذه الأيام هل تكون أمين مع الرب؟ عندما أصل إلى أفيسوس كانت جميلة جميلة في هذه المدرسة التي كانت دعوية للغاية للغاية وكل مختلفة للغاية في termes of the population and the criminals and the crooks that were in the streets there and it was an amazing success for Paul that he could even get the people to burn those magical texts the aphasia grammata the Ephesian writings and then of course when the silversmiths attacked him Paul, I think in the dumbest idea Paul ever had during this riot he wanted to go out and quiet the crowd thank God they didn't let him do it they had to turn him limb for limb and indeed they prevented him from going out in the theater there and then finally the Roman agent in Ephesus at that point quieted the crowd after two hours of chanting you know what it sounds like in Greek great is Artemis of the Ephesians and so forth trying to justify all the little silver model temples that were making for her and her images as well by the way to the present day yet in Ephesus they're still selling little models of the temple and statuettes of the many-breasted goddess Artemis what is happening in Ephesus what is happening in Ephesus what is happening in Ephesus I have graduated from Ephesus from the building of Ephesus this is the episode of Ephesus we will talk about a short talk of a simple talk عن رسالة بولوس إلى كنيسة أفسوس اللي كانوا عايشين في هذه المنطقة أفسوس القديمة طبعاً مثل ما شايفين الأثرات القديمة المسرح الروماني الكبير واسع جداً بالحجم يعتبر تاني مسرح في العالم بعد الكولوسيوم في روما يعتبر المساحة التانية اللي بيسع بين 24 إلى 25 ألف شخص ممكن يكون جالس في هذا المكان كانوا بيقوموا في عدة أشياء فن ومسرح وأحياناً كانت تتغير السيناريو إلى صراع الجبابرة أو الوحوش المفترسة وكيف منعرف هذا؟ لأنه حتى أول مقعد لما بتدخل على هذا المسرح هو يعتبر عالي جداً لألا تقفز الوحوش على الناس وكانوا يشوفوا طبعاً تعذيب الناس من خلال الوحوش المفترسة ولسيما عندما شن الاضطهاد الشديد ضد المسيحيين كانوا أيضاً يطعموهم للوحوش الكاسرة الطريق اللي جنبي طريق الأركاديان طريق الأركاديان أو طريق الميناء الميناء ما كانش بعيد عن هذا المكان فالميناء كان يعتبر الوسيلة لالتجارة والاقتصاد في هذه المدينة لكن بسبب نهر كيستر بسبب الطين وبسبب الطمي اللي كان يتجمع في المنطقة ابتدأت السفن تتراجع وحفروا قناة لكن طبعاً كانت معركة خاصرة أمام هذا النهر وأمام الطين الشديد اللي كان ينزل ويعب المنطقة اليوم كل السهل أصبح سهل خصب مليء بالمزرعات أيضاً خلينا أذكر كمان المشاهدين أنه في هذه المنطقة ديميتريوس المسؤول على الصناع أو الصاغة اللي كانوا بصيغوا آلهة أرتميس في هذه المنطقة قاموا ضد بولوس الرسول فكان بولوس معظم الوقت أو على الأرجح كان بيخطب من هذا المكان أنا بدعوكم معي لتشاهدوا هذه الحلقة حتى نأخذ ملخص رسالة بولوس إلى أهل أفزوس ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير أذكر أحباء المشاهدين أنه بولوس الرسول زار مدينة أفزوس القديمة في رحلته التبشرية الثانية لكن كانت مدة قصيرة جداً وعد اليهود أنه يرجع إلى نفس المكان وبالفعل رجع في الرحلة التبشرية الثالثة ولمدة ثلاث شهور كان يحاجج اليهود في مجمع اليهود لكن اعتزل لأنهم رفضوا الطريق واستأجر قاعة أو مدرسة تسمى مدرسة تيرانيوس فيلسوف كان يعلم في هذه المنطقة واستخدمها لمدة سنتين فكل الفترة خدمة بولوس كانت ثلاث سنين وجاءت بنتائج مرجوة ومسمرة جداً حيث أن الكتاب يقول سمع كلمة الرب جميع الساكنين في أسية من يهود ويونانيين أيضاً وحدثت نهضة عظيمة استخدم الله بولوس الرسول أن يصنع آيات ومعجزات وأن يخرج الأرواح الشريرة وأنهم النتيجة حرقوا كل الكتب السحرية وأثر على بيزنس تبع البلد لأنهم كانوا بمارسوا عبادة أرطميس فكان في تأثير وكان في فاعلية أيضاً العوز أقوله أيضاً بولوس لما بييجي كان بيجي من الميناء من هذا الطريق اللي يسمى طريق الأرقاديان أو الطريق الميناء الأغورا السفلة اللي هي الأغورا التجارية وطبعاً معظم التحرك كانت في هذه المنطقة القديمة أيضاً لكن بولوس الرسول كتب إلى هذه الكنيسة المحببة على قلبه من السجن وتسمى رسائل السجن كان بولوس موجود في السجن روما وبعد زيارته لأفسوس على الأرجح في سنة 62 ميلادي كتب الرسائل أو كتبت من السجن وهذه الرسائل طبعاً كانت لأفسوس وفليبي وكلوسي وفليمون كلها كتبت من السجن وأرسلت لتقرأ على الكنائس وأيضاً توزع في آسيا الصغرى رسالة أفسوس رسالة جميلة جداً تخلو من طبعاً العتاب أو الإرشادات اللي هي يعني ليعالج مثلاً قضية معينة أو مشكلة معينة أو عقيدة معينة رغم أنه بيتكلم عن العقائد لكن كانت بتربط بولوس الرسول محبة دافئة وعلاقة جميلة مع هذه الكنيسة هذه الرسالة تعتبر واحدة من أغناء الرسائل للعقائد المسيحية هي ورسالة روميا وهذه الرسالة تعتبر كنز بالمتحف للكنيسة المسيحية لأنه ممكن نتعلم ليس فقط عن اللاهوت ولكن أيضاً الإرشادات العملية اللي تكلم فيها بولوس الرسول هذه الرسالة تعتبر رسالة الملء بيتكلم عن الملء الكامل ملء الله بيتكلم عن ملء الآب والملء بالإبن والملء بالروح القدس امتلئوا بالروح القدس هذه الرسالة تعتبر ثروة المؤمن في المسيح فهي كنز فهي ثروة مع أنه أفسوس كانت تعتبر كنز آسيا أو خزنة آسيا لأن كان عندهم غنى فاحش في هذه المنطقة لكن بيتكلم عن ثروة أكبر وغنى أعظم من خلال هذه الرسائل هذه الرسائل هي الرسالة تقسم إلى قسمين القسم اللاهوتي أول ثلاث إصحاح والقسم العملي آخر ثلاث إصحاحات وهذه الرسالة ليست فقط رسالة الملء هي رسالة نسميها السماويات أو في المسيح فالمؤمن في المسيح والمسيح في المؤمن المؤمن في المسيح أول ثلاث إصحاحات المسيح في المؤمن آخر ثلاث إصحاحات تتكلم عن السلوك المسيحي هذه الرسالة تسمى رسالة السماويات فرسول بولوس من السجن أخذ المؤمن لكي يسمو روحيا فوق الجبال بل يسمو ويعلو إلى سماء السماوات ويوصلنا بمحضر الله في السماويات لكي نتمتع بكل امتيازات الله هذه الرسالة كما ذكرت هي في المسيح ذكرت مش أقل من 35 مرة أقصد في المسيح مع المسيح بالمسيح ومشتقاتها فهي رسالة غنية جدا فالمؤمن في المسيح ولأن المؤمن هو سماوي شخص سماوي في المسيح امتيازنا أيضا في المسيح التبني في المسيح وطبعا وهكذا أمور كثيرة بيتكلم عن في المحبوب أي في المسيح ميراثنا في المسيح رجاءنا فيه أجلسنا معه في السماويات صرنا قريبين بدمه نتمتع في المسيح شركاء الموعد بالمسيح أقامنا معه فنحن في المسيح من عمل أليف إلى الآخر من لحظة الفداء والتبني إلى إجلاسنا مع شخص المسيح في السماويات أيضا هذه الرسالة أيضا تتكلم عن الدعوة السماوية بحسب الإصحاح الرابع أن نسلك كما يحق للدعوة التي دعينا إليها فالدعوة للمؤمن هي دعوة سماوية أعزائي ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير سأعود بالمسيح porque than that is the hottest part of the day in Ephesus and in the summer time it can get very very hot in Ephesus and so this is why the Mediterranean siesta was invented because this is when Professor Tyrennus would not be lecturing anyway they could get the hall for less rental and when the workmen would be off of their jobs instead of sleeping they could hear Paul lecture So it is very possible occurred it was in the early afternoon that they rented this hall now to rennais means tyrant now we don't know if his mother gave him that name or his students but in any case it's interesting that he should be called professor tiran and of course some students i have that good name for their professors of the present day and and it's it's just الاسم تيرانيس كانت تيرانيس جدًا جدًا إلى المنطقة عندما تقرأ المنطقة السلسس هناك جدًا في المنطقة أفاسس لذلك رسالة تيرانيس كانت تيرانيس جدًا إلى هنا رسالة أفاسس تعتبر رسالة النعمة تتكلم عن نعمة الله بكل عطاياها بكل جمالها بكل أبعادها أيضًا ينهل من بنك السماء ومن نهر نعمة الله تعرفوا يعني في أكثر من 35 إرشاد ونصيحة عملية من الإصحاح الثالث للإصحاح السادس تتكلم عن ممتلكات المؤمن مثل التبني مثل الفداء والميرات والحياة اللي شفناها في يسوع المسيح النعمة وطبعًا الجنسية المواطنة السموية اختبار المحبة محبة المسيح العميقة هذه كلياتها بتتكلم عن كنوز موجودة لكنيسة أفاسس أيضًا بتتكلم عن العطايا الإلهية من إصحاح أربع على إصحاح ستة هذه العطايا طبعًا تتكلم عن وحدة جسد المؤمن وأنه الله بيتعامل معانا بالنعمة وبيتكلم عن السلوك بيتكلم عن السلوك بالتطقيق يعني السلوك بالاستقامة بيتكلم عن أن نخلع الإنسان العطيق الفاسد ونلبس الإنسان الجديد بيتكلم أنه نسلك كأولاد النور في هذا المجتمع وأن نوبخ أعمال الظلمة غير المثمرة بيختم رسالته برسالة جميلة جداً وبمقطع جميل جداً بيتكلم عن الحرب الروحية الحرب الروحية ليست مع أجناد الشر ليست مع دم ولحم بل مع أجناد الشر الروحية في السمويات فبولوس بشجع أيضاً الكنيسة أنه تصلي لأنه كان سفير في سلاسل وعندما يمتلئ الإنسان بالروح القدس يغمر بحضور الله سواء كان حر خارج السجن أو داخل السجن بيتمتع ببركات الله وبينهل من نعمة مهر الله المتدفق في حياة المؤمن وبأكد في هذه الرسالة على الملء بالروح القدس هذا الامتياز اللي بيساعد المؤمن يسلك ضد طيارات الحياة اللي موجودة في هذه الأيام ضد محبة العالم ونستطيع أن نستمد القوة الروحية في داخلنا لكي نواصل مسيرة الحياة من خلال نعمة المسيح وقوة الروح القدس باسم يسوع المسيح وبسلطان كلمة يسوع المسيح شرف وامتياز أنه أقف في نفس المنطقة اللي وقف فيها الرسول بولوس كان بيخطب للأفسوسيين شرف وامتياز أنه أتكلم من نفس المنطقة اللي بولوس اتكلم مع شعب أفسوس في هذا المكان وشرف وامتياز أنه أوصل هذه الرسالة لكل مشاهد ولكل باحث أيضاً أنا أدعوكم إذا عندك أي سؤال أو أي استفسار يمكنك أن تتواصل معنا وعلى فكرة منحب نسمع منك